نظم التجمع اليمني للإصلاح في منطقة السويري بمديرية تريم حضرموت ندوة اجتماعية حول بصمات الخير في حياة الفقيد محمد عوض عبيد هادي وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء بالذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس الحزب وأعياد الثورة اليمنية المجيدة سبتمبر وأكتوبر وأشاد رئيس الإصلاح بالسويري صالح محمد باحارثة بمسيرة الفقيد ومناقبه الدعوية والخيرية والاجتماعية والثقافية والسياسية ودع الحضور إلى التأسي بالقادة الذين أفنوا حياتهم من أجل نهضة وتنمية بلدانهم ومجتمعاتهم واستعرضت الندوة إسهامات الفقيد في الجانب الاجتماعي والمشاريع التنموية والخدمية في المديرية ودوره المتميز على الصعيد السياسي ومشاركته الفاعلة في إدارة التجمع اليمن لإصلاح وتمثيله في الكثير من المؤتمرات والمحافل الوطنية الداخلية والخارجية اشتركوا في القناة